قبل الفاصل أنا هلخص لسيادتك عزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهدة طيب حماس عايزة إيه أنا بقول لك هو حماس خالصة النية إلى أبعد الحدود في الدخول في عملية وقف إطلاق للنيران وقف شامل لإطلاق النيران حلو أنا أنا بكلمك على حماس الداخل ولا أظن أن هناك حالة عدم توفق مع حماس الداخل والمكتب السياسي أنا أعتقد أنه تمام يعني الدنيا ماشي بالتأكيد في مثل هذه الظروب يبقى القول الفاصل دائما عند قيادات الجناح المسلح ده طبيعي لأنه هم اللي على الأرض طيب الناس أمنة جدا جدا في أنه إحنا مشتعدين لوقف كامل لإطلاق النار أدي واحد اتنين إحنا جماعة بنقول أن الضمانة المصرية عندنا هي الضمانة الأولى النحة الثانية الجانب الصهيوني عايزة الجانب الصهيوني تعب لو بتسأل السؤال تعب إلى أي مدى منهك 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 دي دولة ما بتعرفش تكمل أكتر من خمسين ستين يوم هي اتجرت لحرب للأسف هي الطرف الأقوى فيها خلينا نبقى يعني إيه برضو نتكلم كلام حقيقي يعني لكن هي منهكة هي الطرف الأقوى بحكم حجم الآلة العسكرية حجم الدعم الذي يقدم للأسف الشديد العالم ينظر دائما بعينين وتتعدد المكايل ينظر إلى ما يحدث ما بين روسيا وأوكرانيا بطريقة وعندما يأتي الأمر لنا ينظر بطريقة يعني العالم يتكلم على موضوع المستشفى اللي في كييف لكن لما أولدنا في فلسطين بيتقتلوا عادي عادي مش مشكلة أنا من الناس التي تساوي بينك كل طفل هنا طفل هناك هو طفل إنسان هنا إنسان هناك هو إنسان لكن أنا ما يتقتل عندي تقريبا تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين ألف واحد تقديرات مبدأة غير الناس اللي تحت الركام والحطام عادي لما يبقى أكتر من ستين في المية ولا سبعين في المية منهم نساء وأطفال عادي يعني مش مشكلة بس هتخطى النقطة دي بس وجب أن احنا يعني إيه نلفت الأنزال لكن هرجعك على نقطة مهمة جدا أو خلص هي إنه آه هي إسرائيل منهك على المستوى الاقتصادي وأيضا على مستوى التركيبة الاجتماعية الناس دي أول مرة أول مرة تختبر فكرة النزوح والانحصار الناس دي بتتكتل في الوسط قاعد عمالة بتهرب خايفة الآنة إيه دي احنا غزة بيحصل كذا دي حزب الله بيحصل كذا إلى آخره ويسيبك من رأي في اللي بيجرى لكن اللي أنا بقول لك الواقع بيقول إن المجتمع الإسرائيلي عنده حالة هلعة عمره ما حسب ده وعمره ما شاف ده كانوا دايماً الفلسطينيين هم اللي بيعانوا مرة دي المجتمع نفسه عنده هلعة روح المعنوية بتاعت جيشهم المزعوم تقريباً في الأرض حالتها زفت زفت يستهله مش دي القص إذن الجانب الصهيوني هو كمان عاوز يوقف اطلاق نار مين حجر العثرة ومصمار جوحة؟ بن يمين نتانياهو اللي قاعد عمال بيلف طب بيلف عاوز يوصل لفين؟ لا هو مش عاوز يوصل لحد زيارة الكونجرس هو بيلف عاوز اللي انتخابات الأمريكية تحصل فيتخلص من وجهة نظره من جو بايدن فإن أتى له دونالد ترامب يبقى كده جاله على صنية ألماظ مش فضة يمين يمين وصعود القوميات في أوروبا يمين يمين بس كده ده اللي هو نفسه فيه إذن لأجل إذا كان المجتمع اللي موجود في دولة الكائن أو موجود في كائن الصهيوني إذا كان هذا المجتمع يريده هدوءا وسلاما يبقى لازم يمشوا في المفاوضات بما يرضي الله حماس صادقة النية مصر طبعا صادقة النية إخواتنا في قطر تا ميت فل و14 الأمريكان بيقولوا إحنا عايزين هو فاضل بس إن هو إيه يشد حبتيه نتنيه هو يروح الكونجرس يرجع من الكونجرس عملية شارع الوقت زي ما ذكرها الدكتور طارق المفروض بقى إنها ما تخيلش على حد إنجز طيب نوصل لفين وقف فور إطلاق النار أعمل هدنة قد إيه نعايز أعمل هدنة الأطول فترة ممكنة اللي بنتابعه من خلال التقارير الصحفية بيكلم في حدود 42 يوم هدنة فيها وقف كامل وكل لإطلاق النار وتنسحب قوات هذا الكيان إلى الحدود بتاعت غزة عندي شريط لو خدت بالك كده حوالين غزة هم سيطروا عليه في حتة هتلاقي مسافة بتاعته تقريبا كيلو في حتة أخرى حوالي كيلو ونص هو هيقف عند الشريط ده دي كده تمام لا مش تمام ولا حاجة بس دي المرحلة الأولى إحنا عايزين إيه بقى إحنا مقولوا والله دي المرحلة الأولى استقرت تمام أبدأ أنتقل للمرحلة التانية اطلع بره غزة خالص وأبدأ أدخل بقى في إيه في ترتيبات متعلقة بجانب أكثر عمقا في هذه المفاوضات أبدأ أدخل في ترتيبات أوسع متعلقة بمسألة حل الدولتين يعني من الآخر لازم ننجز تاني لازم ننجز يعني عارف لو الوفد بتاع الصغيرنا اللي موجود هنا في مصر سمعني طيب انجزوا قبل ما ييجي دونالد ترامب ليه اوعى تفتكر ان انت كسبان وأنا مضرور احنا الاتنين هنتضر لو جي دونالد ترامب هتزيد وطقة وحماوة المواجهات لأنه هينحزنكو فإيه اللي هيحصل هتزيد حماوة المواجهة إيه اللي هيحصل رأي عام هيجري وراكو في الشوارع هناك عندك اللي هي الشوارع اللي أصلا بتاعتنا يعني نهايته اشتركوا في القناة